تراجع حجم مبيعات الألبسة خلال فترة عيد الفطر بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة التخوفات جراء صدور القرار الحكومي خلال شهر رمضان بقرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية والذي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد المزيد في التقرير التالي على الرغم من انخفاض الأسعار التي شهدتها محال الملابس والأحذية إلا أن نسبة المبيعات لفترة العيد لم تتجاوز 30% من الأعوام السابقة كان هناك فيه ارتفاع في نسبة المبيعات ولكن هي ما زالت دون المستوى الأعوام السابقة بنسبة 25% إلى 30% وهذا طبعا الرقم ليس بالسهل يعطيك علامات أن هناك تدني في مستوى المعيشة وتدني في النشاط التجاري العام قرار الحكومة الأخير المفاجئ القاضي بإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية الذي أقر العام الماضي سيؤثر على المواطن بالدرجة الأولى كما سينعكس سلبا على القطاع القرار سينفذ بكرة سيؤثر على الأسواق سيؤثر على القوى الشرائية على المواطن وجيب المواطن بالدرجة الأولى الآن نحن نحكي على 8% ارتفاع ضريبة مبيعات على الألبسة من 8% إلى 16% وهذا سيكون فوري ومن لا يطبق هذا القرار سيخالف من دائرة ضريبة المبيعات سيكون فيها سلبيات أولها نقص القوى الشرائية زيادة في الأسعار زيادة في التهرب الضريبي والجماركي هذا كل يؤثر على الأسواق التجارية مراقبون يقولون أن مثل هذا القرار يشبه الخلل وسيحمل المواطن مزيدا من الكلف خصوصا مع اقتراب بدء موسم المدارس القادم بالإضافة لتعميق حالة الركود التي يعانيها السوق ليلة خالد رؤية